ولما بنقول شهر أكتوبر تحديداً بيكون هو عنوان لشهر الكبرياء للاحتفال بالنصر شهر العزة شهر الكرامة النهاردة بنحتفل يوم 14 أكتوبر وبتحتفل القوات الجوية المصرية بعيدها الـ 14 يعني عيدها اللي بتحتفل بيه من كل يعني عام في يوم 14 أكتوبر تحديداً وهو ذكرى أغلى انتصار تحقق في العصر الحديث يوم ما تفوقت القوات الجوية الإسرائيلية في سماء الدلتة المصرية فوق مطار المنصورة معركة شارسة معركة قوية المعركة دي استمرت 53 دقيقة وأصبحت أطول معركة جوية في التاريخ كله كمعركة جوية معركة عظيمة في حقيقة الأمر واتسجلت في المراجع العسكرية كأطول وأقوى وأشرص المعارك الجوية في التاريخ العسكري الحديث انتهت المعركة دي بانتصار صاحق لقوتنا الجوية المصرية رغم التفوق العددي والنوعي للطيارات الأسرائيلية لكن في النهاية انتصرت الإرادة المصرية معركة جوية اتصنفت ضمن أطخم ست معارك جوية في التاريخ العسكري وبتعتبر من أطول المعارك الجوية في التاريخ ككل لأن قصة النهاردة بدأت لما حولت القوات الجوية الإسرائيلية أثناء أو ما بعد نصر أكتوبر حولت تدمير قواعد الطيارات الموجودة في الفلتة وبالتحديد في طنطة والمنصورة والصالحية كمان وده علشان يحققوا تفوقهم في المجال الجوي بعد الخسائر اللي تكبدوها طبعا قدام قوتنا البرية في سيناء خلصت المعركة في النهاية المعركة اللي تمت ما بين القوات المصرية والقوات الجوية المصرية تحديدا والإسرائيلية وقدرت قوتنا خلال هذه المعركة وقدر أبطلنا من نصور الجو أن هما يسقطوا 17 طيارة فانتوم إسرائيلية تحقق الإنجاز وتحقق إنجاز جديد بيكتب في سجل العسكرية المصرية للقوات الجوية هتفضل في حيات الأمر معركة المنصورة الجوية واحدة من أهم المعركة الجوية في التاريخ الحديث بشهادة العالم ككل معركة خضها المقاتل المصري وهو معتمد على تدريبه معتمد على يقينه ومعتمد على كمان روحه المعنوية العالية فالنهاردة 14 أكتوبر في هذه الذكرى الغالية بنقول كل سنة وكل المصريين بألف خير كل سنة وقوتنا المصرية وقوتنا الجوية تحديدا بألف خير صباح النصر صباح العزة والكرامة صباح الخير على حضراتكم صباح الخير يا مصر ترجمة نانسي قنقر